بالعلم وي العمل ضارين جتل الناس نور للأمل سابق بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباء الكرام أهلا ومرحبا بكم مجددا في منطقة الدرج منطقة الأحبة منطقة العلم منطقة الحكم والأمثال مع الحلقة رقم 112 جروس وعبر طربوية من الحكم والأمثال أحباء الكرام أرحب بكل من ينضم إلينا وأرحب بفريق العمل من الأكاديمية الفريق المتطوع الجميل الذي أعتذ به دوما كلما أضيف جديد إلى فريق العمل بأكون سعيد جدا وبنحفظكم وينفع بكم جميعا حلقة البركة هي الحلقة المؤجلة من الأسبوع الماضي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي أوقاتكم وفي أرزاقنا وأرزاقكم وأن ينفع بكم جميعا وأن يتقدل منا ومنكم صالح الأعمال أيها الأحباء الكرام حتى لا نقع في دائرة المشاكل لأنه جعوني أرحب بالأستاذ محمد وأستاذ السلام والأستاذ السلمة وكل من ينضم إلينا والمهندس جمال وكل من ينضم إلينا من طريق العمل البركة أحباء الكرام عنوان مهم جدا وعنوان مطلوب أن نحدث لي عن فتنا ليلة نهار عنوان البركة وعنوان ذلك الملتقة وتلك الأكاديمية التي أسفت عام 2011 برتت الوقت وبرتت الجهد وبرتت العمل وبرتت العطاء مئات الحلقات بل آلاف الحلقات ومئات المتطوعين خلال تلك السنوات في مجالات مختلفة أضافوا وما زالوا يديسوا إلى تلك الدائرة كتب الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع وأن يوصف الجميع إلى فعل الخيرات وهناك رجال خلف التوليد دائما لا يحب أن تكتب أسمائهم ولكن يعملوا في صن أشكرهم شكرا جزيلا أشكر أخي الحبيث الأستاذ علي عياط وفريق العمل وكل من يشارك معنا من الأخوات ومن الأخوة الكرام الذين أسأل الله أن يبارك لهم في أوقات لا يناموا إلا ساعات قليلة جدا خرطا منهم على دعم تقديم الدعم للمحاضرين أحبائي كرام إلى البركة البركة في المصطلح ثبوت الخير الإلهي خير من الله خير من عند ربنا سبحانه وتعالى ربنا الذي يبارك في الوقت والذي يبارك في الرسل وذي يبارك في الصحة وذي يبارك في الولد وذي يبارك في المال في كل شيء الخير الإلهي في الشيء فإنها إذا حلت في قليل انكثرت إذا جاءت في حاجة ليلة بقى كثير وكنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عندما يجتمعوا على طعام ورأينا ذلك في السنة كيف كان يأتي بالحليب وثم يشرب منه كل الناد حتى أهل الصفة والطعام الذي يقوتي به كل كل وكل الضطر وكل شبع ورغم هذا يعني متح النبي صلى الله عليه وسلم على ذرأة الكشاة وعادت إلى أصحابها منتلئة كما هي كأنها لم يأخذ منها الحليب البركة في السنة النبوية ورد عنها الكثير والكثير أيها الأحبة الكرام إذا حلت بكثير نفع ونفع عن الله سبحانه وتعالى هذا أمر مهم ومن أعظم استعمال البركة في الأمور كلها استعمالها في طاعة الله عز وجل استعمال البركة في طاعة الله عز وجل هذا هو الملمح الأول الذي أدعوكم إليه أحبائي مع هذه المحاضرة المباركة فالبركة مفهوم مهم فلما نستدعي على فكرة في مدارتنا وفي زيوتنا وفي منفقياتنا وفي منابرنا نادر أوي أما يتلاقي حد يصبح محمد الفقي يطرق هذا الموضوع على المنابر أو يطرقه في وسائل الإعلاق نشتكي من غلاء الأسعار نشتكي من تثلط الناس بعضهم على البعض نشتكي من غياب البركة في الشارع وفي كل مكان والبركة في الوقت غابت واستقدناها لماذا؟ لأنه خير من عند الله سبحانه وتعالى البركة تأتي من الله فتكثر هذا القليل وإذا حلت في كثير نفع الله به ممكن الحاجة تبقى كثيرة جدا نشتكي من أعظم اثمار البعضة في الأمور أحباء الكرام أن نستعمل الصحة ونستعمل المال ونستعمل الرزق ونستعمل الولد ونستعمل كل ما نملك في طاعة الله وليس في معطيات الله وليس في الإتاءة للناس وليس في استغلال الناس ولا تسلط على الناس أحباء الكرام المال جزء من الرزق ولكن هناك رزق الصحة ورزق الولد ورزق الطعام ورزق البركة وكل نعمة من الله سبحانه وتعالى هي رزق وليس المال وحده فأصل في نفوس الناس للأكب الشديد إن المال هو كل حاجة رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا ومن لا عنده مالوا فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس هم طبع إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منطبع رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا المال جزء من الرزق ولكن طبعا رزق الصحة ورزق الولد ورزق الطعام والبركة التي نفتقدها الآن في الوقت أحباء الكرام إذا ما أردنا الضركة فلابد من أن نأخذ أسبابها لابد أن نأخذ المال بطيب نفسه وبدون شرح ولا سؤال نرى هذا الذي يفتح الدرج ويطلب منك بذجاحة وبسوء أدم أن تعطيه حرام وأن يرتشي في مؤسسات الدولة هؤلاء لا يستحون أبدا للأسف الشبيب قال صلى الله عليه وسلم إن هذا المال قدر حل فمن أخذه بتخاوة نفس جنورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه المسألة هنا جماعة هؤلاء الذين يستحون أدراجهم هؤلاء الذين لا يستحون هؤلاء الذين يطلبون أن تعطيهم دون حياة هؤلاء لا يمكن أبدا أن يبارك لهم والحديث واضح ومتصف عليه هذا أمر مهم من أسباب الضركة أن نأخذ المال بطيب نفسه أحباء الكرام لكي تستجلب البركة التي نراها في الحكم التي سنعرضها على حضراتكم في سياق ما نعرضه فقوى الله عز وجل مفتاح كل خير قال تعالى هذا النموذة المهم الذي يعني أتمنى أن نتأمل دلالاته ومعناه مع هذا الصوت الجميل الصوت الشيخ الفلسري في تلك التلاوة المبارك نسمع أفأمن أول القرى أن يأتيهم بأنا بياتا ومتاك ولم أن أهلهم ما آمنوا وانتقوا فتحنا عليه الضركات من الزمال والأرض ولكن أذلهم ولكن أذلهم فأغذلهم بما أذلهم صرق الله العظيم شوفوا التلاوة وشوفوا الصوت وشوفوا الأداء وشوفوا الأكذة الذين علموا الناس القرآن نموذة وآيات جميلة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذن القضية الآن هي التخازل وهي البعد عن الله وهي الغياب البركة وغياب استقبال المال والصحة والرزق والولد بطاعة الله سبحانه وتعالى آية دي المشكلة والآية التالية في صورة الصلاة ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتفظ إلا يرى في الشوارع ملك الشتيكي وقبل بعض حالة الأضيق وحالة غياب البركة وارتفاع الأسعار وتفلط الناس بعضهم على البعض ليه؟ لأنه بجد لا يوجد تقوى حقيقية لله سبحانه وتعالى المظاهر هي التي تغلب مظاهر الأداء المنافق وما شابه ظاهرها فقط أما الواقع للأداء الشديد الواقع مرير وبالتالي العلماء أحبائي عرفوا التقوى بأنها بأن تعمل بطاعة الله وعلى نور من الله ترجو ونرجو ثواب الله وأن نترك معطية الله على نور من الله ونخاف عقاب الله ونقاف عقابه سبحانه وتعالى لأن عقاب الله أليم وشديد والمسألة تحتاج إلى وعي قيل لأحد الصالحين أو أطعار غالية أطلار غالي والفتاة في كل مكان قيل إن الأطعار قد ارتفع قال أنزلوها بالتقوى لعنده بطاعة مخزنها وبتحجز بالدولار وبيفتري على الناس والناس ورب تشتري يقول لهم الدولار غيري وهو أصلا شارل بضاعة بشعرها دي هؤلاء لا يوجد لديهم تقوى ويظن أنها شطارة لأنه يفتري على الناس يزود على الناس ويضايق الناس وبالمقابل هناك فئة مفاكين غلابة يقوم من الفجر وهذا في الحق يقلق في حق ليلة مهار هنا يتعب ويكعمل وفي آخر تباع بضاعته بأرخف الأسمان كنوع من الفتاج التجاري ومحاصرة الفلاح ومضايقة للأسف الشديد أي الفلاح الذي يقلل ليلة مهار الذي يذهب مع طباح يومه ويعود مع غروب الشمس إنما يبارك الله سبحانه وتعالى له في وقته وفي عمري وفي صحاتي وفي ولده وإن بدأ الأمر فأنه يخسر زرعته مقابل تاجر عديم الزم وعديم الضمي قيل لأحد من الفقهاء حزاء الكرام قيل لأحد من الفقهاء صدّل أخمحمد ربنا احفظ كبارك فيك تعيدنا بك وشرفنا بك ونلتق إن شاء الله على خير في اللقاء القادم بإذن الله صدّل قيل لرجل من الفقهاء ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتاج وقال الفقه والله إنه ليجعل لنا المخرج وما بلغنا من التقوى ما هو أهله وإنه ليرزقنا وما اتقيناه وإنا لنرج الثالثة ويرزقه من حيث لا يحتاج ومن يتق الله يكثر عنه سيئاته ويعظم له أجراء الثالثة دي بقى مهمة جدا ومن يتق الله يكثر عنه سيئاته ويعظم له أجراء الثالثة دي اللي الكل بيتمنى من التقوى فالله يجعل لنا المخرج وما بلغنا من التقوى ما هو أهله ويرزقنا وما اتقيناه ولكننا نرجوه الثالثة عاديين رضي صحان تعالى يتكثر عننا سيئاتنا وهذا مراد ومتغ في البركة للأسف الشديد لا يعلم ولا نعلمه ولا نتعلمه ولا يعرضه الدعاء على المنابس عمر الثاني بعد طاعة الله أحباء الكرام كتلمة قراءة القرآن قراءة القرآن هذا كتاب الله القرآن لا يقرأ إلا في رمضان ويختم في رمضان مرة واثنين وثلاثة هذا كتاب مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذكروا آياته وليتذكر أولو الألبان الأعمال الصالحة مجلبة للخير والبركة والبركة والقرآن باركة وجزء من البركة أيضا أحباء الكرام هو الاكتار من قراءة القرآن كلما أكترت من قراءة القرآن كلما حلت البركة كلما أعطيت مساحة للورد أن تقرأ جزء وثلاثة كلما بارك الله سبحانه وتعالى لك في وقتك وهدفك الذي ترجوه الأمر الثالث الدعاء للأطاعة الله قراءة القرآن الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب البركة في أمور كثيرة علمنا أن ندعو لمن يتزوج فنقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير والدعاء لمن أطعمنا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم أجعية مأثورة عدم الشح رابعا ما تبقىش بخين وما تبقىش مصر في أخذ المال قيلة لحكيم النتجان رضي الله عنه يا حكيم إن هذا المال خبرة خلوة فمن أخذه بثفاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراك نفس لم يبارث له فيه شوفي الناس اللي مدأ ديها في المؤسسات في المطالف يقول لك اعطيني عشانا خلق هؤلاء إن شاء الله الله عز وجل يعجبهم في الدنيا وفي الآخرة يعجبهم بالمال اللي بيأخذوا ذا في غياب البركة وفي يصلف عليهم أبناء ويصلف عليهم دوجات ويصلف عليهم أنفسهم من رخامت الصدق في المعاملة من بيع وشراق البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذب محيقة بركة ببيعهما بيعهما البركة بتمحق للأجب الشديد بيشوف الشارع لا توقف بتتفنن في كونها تخفر هذا الميزان ويضحك على اللي بيشتري يقولك يلا ما هو يشتري ويمشي بالعربية من قدامي ونافيا أن الله عز وجل مطلعون عليك ونافيا أن الله نهاى عن هذا الأمر فالإسلام جميل وضع هذه الأمور الرائعة حتى يعم الخير في المجتمع نمنا تبقى حباء الكرام من الأمور التي تجل بالبركة إنجاز الأعمال في أول النهار جورك لتلك الأمة في بكورها بسمات الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه الصلاة والسلام بالبركة في ذلك قال اللهم بارك لأمة في بكورها مش نضحى الدونج مش نضحى العطر مش ينام بالنهار ويضحى بالليل إلا بقى إذا كانت قضيعة مهنته إنه 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 يشتغل بالليل دوابق تاني زي المهندسين زي الأطباء في النمطشيات زي كده إنما لو يسمح له بأنه يعمل يبقى في الإبتار باركة اتباع السنة في كل الأمور إنها لا تأتي إلا بخير والبركة تنزل وسط الطعام فاكلوا من حافيته ولا تأكلوا من وسطه شف الأدب أدب جميلة أو يبتسم أدب جميلة أو يبتسم في أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه ولكن الآذب الشبيث نتحدث نتكلم عن البريستيج نتكلم على فنون الإتكين نتكلم على المعلقة الملعقة والفكينة نعلم الأطفال الفنون الغربية وننسى أن الفن الإسلامي واضح وبين البركة تنزل وسط الطعام تكلوا من حافيته ولا تأكلوا من وسطه ولا تجعل يدك تطيش في الإناء علم القفل هذا الأمر حتى يكون نموذ الجميل يعكس هذا الأمر ثامنا حسن التوكل على الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حجبه قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حتى توكله لرزقكم كما يرجع الصير ثم تعود إلى أدراجها وإلى أشجارها بالليل حس بهذا الأمر فوقت كده تلاقي أسراب ماشية أسراب بأشكال وأنواع سبحان الله الطير ثم تعود إلى أدراجها وإلى أشجارها بالليل من أين من الله سبحانه وتعالى والذي يرجع الصير الأمر الثاتي أحبائي الكرام واستخارة المولى سبحانه وتعالى في الأمور كلها والتفويد والقبول بما يختاره الله عز وجل إذا هم أحدكم بالأمر فليرتع رسعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخدرك بفجرتك وأسألك من قبلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الهيوب اللهم فإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي الأمر خيرا لي في ديني ودنيا ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل وآجل فاقدره لي ويسكره لي ثم ذلك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل وآجل فاقرق عني واتركني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضي ليه هذا الدعاء يعني مقروب نتعلم ونحفظه نودده في كل أمورنا استخارة المولى عز وجل ما خاب من استخار ولا من استشار واستخار المولى سبحانه وتعالى الاستخارة والاستشارة عمره مهم يا أتيجي الباركة نمر عشر أحداء الكرام تركي سؤال الناس مثل الشارع مدأ بيها من نزل لي حاجة فأنزلها بالناس شفت بقى ازاي هذا الرجل لا تسهل حاجته ومن أنزلها بالله سبحانه وتعالى أتاه الله عاجلا أو بنوت آجل هذا النموذة مهمة جدا لا تسأل لا يسألون الناس الحافة تسألش الانفاق والصدقة حراقا حضار الصدقة مجلبة للرزم كما قال تعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلف وما أنفقت من شيء فهو يخلف الصدقة إيه إحنا بنتصدق في رمضان الحسنة بعشر أمثالات فبقى في رمضان بك ولا في غير رمضان أيضا في غير رمضان الصدقة في كل وقت وتبصئ الغضب وبتنجي من المهالك وبتبارك في كل ما يملكه الإنسان الانفاق والصدقة أنفق ينفق عليه وإحنا لنا حلقة يتلم عن الصدقة في جروس عبر تربوي الصدقة لنا حلقة عنه نمرة معشر من الأمور أحدبائي التي تجلب الباركة البعد عن المال الحرام بشتى أشكاله وصوره فإنه لا برتة فيه ولا بقاء ومن الآيات يمحق الله ربا ويرضي الصدقات ربا ربنا الله تعالى يمحقه أما الصدقات فربينا الله تعالى يبارك فيها ويرزقنا من الخيرات الثالثا الثالث عشر أحدبائي الشكر والحمد لله على عطائه وسيجز الله الشافرين شكر ومدولي الحمد لله والشكر لله وليا سلمة الحمد لله والشكر لله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابه لشبيه فإذا الشكر نعمة والشكر في كل وقت في الصراء والضراء طابع عشر أداء الصلاة المفروضة نزل صلي الفجر جماعة وجاري والنساء تليها تجري على المنزل في رمضان وبعد رمضان في ثالث يوم العيد ولا رابع يوم ولا بعد كده ولا شوال ما تشوفش فيه إلا اللي كانوا مؤتدين للجهاب إلى المدى كأن صلاة الفريضة لم تفرد ولم يتم قبولها إلا في رمضان هذا كلام منفعش وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن مرزقك والعاقبة للتقوى هذا النموذج نموذج مهم في استجلاب البرد خمتاشر أحبائي خمت عشر المدومة على الاستغفار الاستغفار نعمة عظيمة جدا لمن دربها بقوله فعالا فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان بخارة يرسل السماء عليكم مضرارة وينجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة هذا النموذج لمن دربه يعرف جيدا كيمة الاستغفار هذا أيضا نموذج أمامنا حباء الكرام وصية لمن فقد البرد في وقته قال أحد الثلاث وكنت أقول لكم وأنا أذكر القرآن وفضله قال كلما زاد حزبي من القرآن زادت البرد في وقته ولا زلت أذيب حتى بلغ حزبي عشرة أذيان وقال إبراهيم بن عبد الواحد المخدسي نموذج من الضياء المخدسي لما أراد الرحلة للعلم قال له أكثر يا ضياء من قراءة القرآن ولا تطرق فإنه يتيفر لك الذي تطلوه على قدر ما تطرع ما تشيل المصحف في رمضان بتقرأ جزء وثنين وثلاثة أو بتختم في ثلاث تيام أربعة تيام وعشر تيام بعد رمضان نتي المصحف ونتي الورد ونتي كل حدا فغابت البرد كان حادث بالبرد في رمضانيا بكثير كان يشعر ببرد في اليوم وببرد في الجود وببرد في الذكر ولكن اتفقد ذلك ليعارفين اتفقدنا لأننا نسينا القرآن وعجرنا القرآن قالت ضياء فرأيت ذلك وجردت كثيرا فكنت إذا قرأت كثيرا فيسر لي من سماع الحديث وكتابة الكثير وإذا لم أقرأ لم يتيفر لي كلام واضح من الآخر كده نموذج واضح لا لبت فيه الرزق أحبائي ونحن نختم تلك الحلقة تلك الكلمات الرقيقة الرائعة الرزق لا ينحفر في مال أو طعام رزق الله آتع قد يكون الرزق في أدخاءك يبين في صمأ مينة وراحة بال في نومة هنيئة وتقصي لقيقة الحاجة والزل حتى لو نايم عن الأرض ولكنك تشعر بمتعة النوم في منظر يسر خاطرك ويغير مدادك في شخص يحزك ويتحمل وعقابك في كلمات جميلة تقرأها الرزق قد يكون في حنان أم أو أذب في كتف محب تبكي عليه في جلسة أخ أو أخت تزيح الهم في احترام من حولك في هدية تتلقاها من عزيز في قدرتك على خدمة نفسك في كل شيء لنا رزق من الله اللهم رزقنا رضاك فأنت خير رضاك اللهم أمين اللهم أمين الرزق أحباء نوعان رزق يطلبك ورزق تطلبه رزق يطلبك فأما الذي يطلبك فتوفى يأتيك ولو على ضعفك أهو شايفين أصفور أهو والمية هي وهي لطلبك جاه عشان يشرب أما الذي تطلبه فلن يأتيك إلا بفعيك أهو لولجه وطار وعمل دماغه كده ووضع وعمل كده بالأسجاب وهو أيضا من رزقك فالأول قضل من الله والثاني عدل من الله كما قال الإمام عليه رضي الله عنه وأرضاه حباء الكرام كانت تلك الكلمات وتلك اللمحة التي عشناها ثويا مع الضرق أتأى الله سبحانه وتعالى أن يكثر لنا ولكم ولكل من يتمع إلى تلك الحلقة ويتابعها سبل الفصول على الضرق وأن يجعب في أوقاتنا بارك وفي أعمالنا بارك وفي كل ما نقدم عليه بارك اللهم أمين يا رب العالمين شربت بكم حباء الكرام أتمنى إن شاء الله في اللقاءات القادمة أن تكون متاحة الحجور متاحة المشاركة أكبر من خلال الدعوة ومن خلال دعاية اللي هو الذين يكونون معنا دوما وأبدا ولكن أشرب بكم حبائي أشرب بكل من كان معي يوم في تلك الحلقة المباركة أبدا اللهم أمين وقال للهما وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أتقل بكم حبائي على خير في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أمان الله عليه وسلم لك ترجمة نانسي قنقر